السلام عليك حياك الله عزيزين المشاهد نزل باتش قبل شوي 1.03.2 ما شاء الله تجدني كومنتات كثير الحق الحق ما تلحق فحمسوني صراحة اني نزل مقطع رغم انه ما في شي كبير نزل في هذا التحديث او تغييرات كبيرة غير انها اصلاح الكثير من البغز المهم باختصر لكم الموضوع طبعا نزل البلستيشن فور وهايف لكلهم اول مشكلة ان حلت اللي هو كان بغ يمنع بعض اللاعبين من تكملة المشن او سايد كوست تبع نفل نفل لوكس هذا الكوست لاين طبعا كانت فيه مشكلة وحلوها هذا اول حل البغ الثاني كان يمنع بعض اللاعبين من الحصول على ايتم او السلاح بحطركم صورته كان فيه مشكلة في هذا المكان وصلحوا هذه المشكلة فاذا انت من اشخاص اللي تحاول انك تاخذ هذا الايتم ممكن انك تروح لحين وتاخذه بسفولة الشغلة الثالثة اللي هو صلحوا الانديور اشوفور كان فيه مشكلة الظاهر انا صراحة ما استخدمته فالمهم كانت فيه مشكلة وحلوها اما المشكلة الرابعة صراحة من اهم الشغلات اللي تغيرت في هذا الباتش اللي هو كان فيه هاكرز كثير يستغلون اللاعبين في البي سي ماعرف اذا في البلايستيشن نفس المشكلة كانت ولا لا ولكن في البي سي كانوا كثير اللاعبين يسحبونهم الهاكرز ويلعبون منفات اللعبة عندهم بحيث انه يخليه يموت ويرسبن بنفس المكان تحت الارض ولا يقدر يطلع من هذا المكان وكانت فيه معاناة كثيرة شفتها في تويتر رح اطلكم رابط تغريدة في الديسكريبشن اللي حاب يشوف الموضوع والمشكلة اللي كانت موجودة فالحمد لله حلوه هذا المشكلة كثير كانوا يعانون منها وبس هذا هو الابديت شكرا للمنتسبين في القناة هنتر بندر ومشاري وشكر موصول الجميع من دعمني بالقناة سواء باللايك او شرفني باشتراكه في القناة ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته